موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة الهوفينغتون بوست التي نشرت مقالاً لدونا مكي بينما تحترق سوريا جاء فيه تنتبني مشاعر مختلطة حول الأخبار الجيدة الأخيرة حول المساعدات الإنسانية في سوريا فقد مرر مجلس الأمن قراراً طال انتظاره إذا نفذ سوف ينقذ حياة السوريين المحاصرين في ظروف مائسة بسبب الحرب إذا الشرطية هنا مسألة كبيرة وذلك بالنظر إلى القرارات الأخيرة التي كانت تهدف إلى تقديم المساعدات الأساسية والتي قوضتها حكومة بشار الأسد بطريقة الحاذقة يمثل القرار الحد الأدنى لما يمكن لمجلس الأمن أن يقوم به بعد سنوات من العجز والتقاعث وأكثر من 150 ألف قتيل حوالي ربع مليون مدني لا يمكن لهم الحصول على الغذاء والماء والدواء بشكل منتظم بسبب تكسيك الحصار الذي تتبعه الحكومة وهناك حوالي أربعين ألف شخص محاصرون من قبل قوات المعارضة وهذا يشكل انتهاكا صارخا لقواني الحرب التي تحضر صراحة الهجوم على المدنيين بما في ذلك تدمير أو إعاقة الوصول إلى الحاجة الضرورية للبقاء ولكن بالنسبة لسوريا يبدو أنه حتى الحد الأدنى من المعايير العامة غير مطبق في الوقت الذي تحترق فيه سوريا لا زال المجلس علقا في حالة من الجمود بسبب دعم كل من روسيا والصين لسوريا من خلال استخدام الفيتو في مواجهة أي قرار يتحدى تصرفات الحكومة غير القانونية وتتضمن الأمور غير القانونية استهداف المدنيين والتعذيب والغياب القصري واستخدام الأسلحة بشكل عشوائي في المناطق المكتظة بالسكان واستخدام حرب الحصار ضد المدنيين وتدمير نظام العناية الصحية في البلاد بعد أكثر من ثلاث سنوات فإن معاناة السوريين على امتداد الطيف السياسي طالت كثيرا بسبب غياب الأمن والسلام وساد الإفلات من العقاب وفشل نظام الحكم الدولي وقيادته أمل أن القرار الأخير سوف يعني أن الغذاء سوف يصل في نهاية المطاف إلى الأناس الذين يموتون من الجوع في سوريا ولكن من الصعب الاحتفال بقرار لم يكن ضروريا ووصل بعد فوات الأوان بالنسبة للكثير نواصل مشاهدنا الكرام مع صحيفة التايمز التي نشرت تقريرا لهيلين رومبيلو بعنوان نساء محجبات يحكم من العالم جاء فيه تقابل هيلين في التقرير بين الصورة النمطية للفتيات المسلمات في المجتمع البريطاني والانطباع الذي أخذته حين التقت ستة فتيات من أصول من غالية يدرسن في مدرسة اسمها مالبري تقول الكاتبة إن الإحصائية تفيد بأن واحدة من كل عشرين فتاة تولد في إنجلسرا وويلز فتنشأ في عائلة مسلمة لكن المجتمع البريطاني في غالبيته لا يعرف الفتاة المسلمة المحجبة إلا عبر صورة نمطية من اثنتين إما كامرأة مضطهدة مستعبدة أو كإرهابية زيارة الكاتبة للمدرسة ولقاؤها فتيات يحلمن إما بدراسة الحقوق أي اقتحام أسوار علم المال في لندن أو دراسة علم الحاسوب أو الهندسة جعلها تفكر في سؤال يبدو صادماً للمواطن البريطاني العادي أو مستبعداً على الأقل وهو هل تحكم فتيات محجبات للعالم؟ نواصل مشاهدين الكرام مع صحيفة الشرق القطرية التي نشرت مقالة لرياض حجاب بعنوان على طريق إصلاح الائتلاف الوطني السوري جاء فيه هناك مفارقة يجب أن نتصارح بشأنها كسوريين بشكل عام وكأعضاء ائتلاف تحديداً فرغم أن ثورتنا مستمرة ورغم أن النظام وداعميه يعرفون قبل غيرهم أن الوضع في سوريا لن يعود كما كان بأي حال من الأحوال إلا أن هؤلاء تمكنوا في الأشهر القليلة الماضية من وسم الثورة بصورة تتناقض مع الحقائق السابقة والمؤكد أن هذا حصل في المقام الأول بسبب تقصير الائتلاف وسوء أدائه وعدم قدرته على الاحتفاظ بالمبادرة أو يتابع حجاب قائلاً والوضع الميداني في كثير من المناطق يحتاج إلى دراسة ومراجعة لأساليب التعامل معه لا شك مثلاً أن ميثاق الشرف الثوري المعلن أخيراً فاعتبر خطوة هامة على طريق جمع الرؤى والصفوف يمكن بناء الكثير عليه وبالمقابل يأتي تمدد داعش الخطير ليصبح عنصراً يجب التعامل معه بشكل مدروس جداً أما إقليمياً فإن ضعف الرؤية السياسية للائتلاف تمنعه من أن يعتبر لاعباً رئيسياً ومؤثراً في الحراك المتزايد الذي يحصل في المنطقة إلى أنه من الممكن النظر إلى الانتخابات الأخيرة للائتلاف الوطني على أنها فرصة مناسبة لبدء عملية إصلاح جذرية نعتقد أنها الفرصة الأخيرة ليتمكن الائتلاف من القيام بدوره الأساس في موقع القيادة السياسية للثورة ويمكن في هذا المقام الإشارة إلى عناصر عملية الإصلاح الأساسية على الشكل التالي العمل بشكل عام على وحدة الصف داخل الائتلاف وإنهاء حالة الاستقطاب وتحويل عمل الائتلاف إلى عمل مؤسسي حقيقي وفعال ووضع لائحة مالية للعمل بشفافية مطلقة ورسم ميزانية عمل محترفة التواصل الكثيف مع الداخل بشقيه الميداني المدني والعسكري الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني سوري جامع لا يستثني أحدا من أبناء الشعب السوري التواصل مع كل المكونات العسكرية وتوحيد الجهود والصفوف تحت قيادة وزارة الدفاع والأركان وضع وتنفيذ استراتيجية إعلامية واضحة وفعالة تخاطب الداخل السوري والوسطى الإقليمي والعالمي تعزيز دور مؤسسة الائتلاف خاصة الحكومة المؤقتة ودعمها بكل الطرق الممكنة للقيام بأدوارها وتأكيد عملية التواصل المباشر والدائم معها إضافة إلى تعزيز دور وحدة تنسيق الدعم وإزالة كل أنواع التضارب في الاقتصاصات والمهمات بينها وبين أي جهة أخرى إنشاء صندوق وطني لدعم الثورة السورية وتمويلها ذاتيا ويختتم حجاب قائلا إن الائتلاف يتحمل مسؤولية كبرى ملقاة على عتقه ومن المؤكد أن الوضع الداخلي والإقليمي لا يحتمل أي عودة للمنهج التقنيدي في عمله فإما أن يتم اغتنام هذه الفرصة ليظهر القدرة على تحمل المسؤولية أو يقبل بحكم الشعب والتاريخ على كل من سيرفض عملية الإصلاح نقرأ الآن مشاهدنا الكرام في صحيفة الدستور الأردنية التي نشرت مقالة لعيد نجار بعنوان إسرائيل تبحث عن الهدف في حربها على غزة جأفي حي الشجاعية الشجاع في غزة يحمل من اسمه نصيبا كما نراه وكما تقول الأخبار والشهادات وقد أصبح الحي هدف الحرب الذي تعتقد إسرائيل أنه الحل لإنهاء صمود المقاومة موت كثير من نار الحقد تسلط على الحي لإبادته وحرقه بالكامل كما تفعل في المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية الوحشية على الأرض الحشود الإسرائيلية تضرب شوارع غزة وحاراتها على أمل القضاء على المقاومة هدفها المعلن الذي لم تنجح للآن بتحقيقه تغير الهدف ليصبح لإيقاف صواريخ المقاومة التي تهطل على مدنها وقد فشلت القبة الحديدية من التصدي لها كليا بعد الخسرة الكبيرة لأول مرة بصف الجنود الإسرائيليين غيرت الهدف لواحد جديد وهو البحث عن الأنفاق وتحطيمها واستمرت بالبحث عن الهدف بعد انتقادات داخلية وتحليلات عسكرية غير مبالية بالتفاع عدد الشهداء من الأطفال والنساء وفي اليوم الثاني للحرب الحاشدة وبعد ضربات المقاومة الموجعة بحثت عن هدف جديد ووجدته في القيام بجريمة حرب جديدة فوضعت عملية الأرض المحروقة لإبادة حي الشجاعية والتفاح والزيتون والشعب نصب عينها إسرائيل ضربت ضربات عشوائية ضد المدنيين الذين سقط منهم الكثيرون وهي لازلت تبحث عن الهدف المفقود تضيف الكاتبة أظهرت الحرب على غزة حقائق كانت غائبة وهي أن الفلسطينيين والمقاومة لازلت حية في قلوب ومشاعر الناس وبأن العالم المنتمد الذي يتخذ القرارات الدولية في الأمم المتحدة عالم كذاب ولهم له إلا مصالحه وعلاقاته مع من يؤمنها له ولو على حساب الشعوب المقهورة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى صحيفة وطن التركية التي نشرت تحت عنوان هل لديك أي إحساس يا أوباما جاء فيه؟ وجه الطبيب الجراح ماتس فريدريك جيلبرت البالغ من العمر 67 عاما والذي يعمل في مشفى الشفاء في غزة منذ 17 عاما وجه رسالة إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما مذكرا إياه بأن مشفاهم قد تسلم يوم أمس سيارات مليئة بأجساد ضحايا المدنيين الممزقة ومن جميع الأعمار وقال إنه لم يستطع أن يتمانك نفسه وبكى لهذا الوضع الصعب مستفسرا منه إن كان له قلب وأحاسيس في جه ما يحدث في غزة ودعاه إلى أن ينضي ولو ليلة واحدة معه في المشفى وبسياق الأوضاع الميدانية ذكر أن الغيوم السوداء المنبعث تجراء القصف الإسرائيلي الكثيف قد غطت سماء مدينة غزة وحول مساعي وقف إطلاق النار ذكر رئيس الأمريكي باراك أوباما خلال اتصال هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي من يمين نتنياهو أن وزير خارجيته جون كيري سيزور القاهرة قريبا بإحياء هدنة وقف إطلاق النار التي تم تفعيلها عام 2012 وحول مكاسب حركة حماس في معركتها ضد العدو الإسرائيلي ذكر الناطق باسم كتائب عز الدين القسم أنهم تمكنوا يوم أمس من أسر أحد الجنود الإسرائيليين ننتقل مشاهدنا إلى صحيفة ستار التركية التي نشرت مقالا بعنوان المسلمون الداعمون لإسرائيل جاء فيه يفتتح الكاتب إبراهيم كيراس مقالته بالإشارات إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطع غزة جاءت بالتزامن مع توصل فتح وحماس إلى مصالحة وطنية أدت إلى تشكيل حكومة وفاق وطني كما يشير كيراس إلى أن اختيار إسرائيل شهر رمضان المبارك للحرب على غزة ليس من باب المصادفة بل هو تحدي كبير لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم الأمر الآخر الذي تجدر الإشارة إليه أن إسرائيل اخترت هذا التوقيت للحرب على غزة في ظل ظروف التي تشهدها بلدان المنطقة من نزاعات داخلية وينتقل كيراس للقول أن إسرائيل لا تعتمد في هذه الحرب الهمجية على الدعم غير المحدود من الولايات المتحدة الأمريكية بل ثبت أن هناك من يدعمها في هذه الحرب من داخل دول منطقة ويأتي على رأسها النظام المصري الانقلابي ومن دعمه من دول الخليج ثم ينتقل كيراس في لفت النظر إلى الصمت السوري عن العدوان على غزة كما يشير الكاتب إلى الصمت الذي خيم على الجماعات السلفية التي تدعي الجهاد في كل من العراق وسوريا والتي هي بالأصل مدعومة من المملكة العربية السعودية كما يتساءل كيراس عن موقف الدولة الإسلامية في العراق والشام من العدوان الإسرائيلي وموقف الخليفة الذي أعلنه التنظيم من ذلك العدوان وفي ختام مقالته يشير كيراس إلى موقف تركيا وقطر الداعم للمقاومة الفلسطينية بما أظهرت دول مثل مصر وبعض دول الخليج حيازها للجانب الإسرائيلي بشكل مباشر أو غير مباشر في حربه على حماس بصفتها امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في تلك البلدان نواصل مشاهدنا الكرام مع وكالة أنباء الأناضول التي نشرت تحت عنوان أتراك يطلقون حملة لمقاصعة المنتجات الإسرائيلية جاء فيه أطلق أتراك حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة منتجات شركة كوكاكولا كافة المنتجات الإسرائيلية عقب المجازر الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة وسندت الحملة العديد من البلديات التركية أهمها بلديات ولايات أردو وأردروم ودينزلي ولوشهير حيث تضمنت الحملة رسائل من قبيل لا تشرف كوكاكولا من أجل غزة لن نكون شركاء في الحرب وأوضح رئيس بلديات ولايات أردو أنواري الماز أنهم في البلدية اتخذوا قرار مقاطعة البضاعة الإسرائيلية مضيفا لقد قتل حتى الآن أكثر من أربعمائة من إخواتنا الفلسطينيين بينهم أطفال ولن نبقى صامتين حيال ذلك الظلم وفكرنا في أنه يجب أن نرد على تلك الوحشية كما ندعو الجميع إلى المشاركة في المقاطعة بدوره أعلن رئيس بلدية ولايات دينزلي عثمان زولان مقاطعة البلدية في جميع منشآتها كافة المنتجات الإسرائيلية مستنكرا بشدة الأحداث التي تشهدها غزة لافتا أن تلك الأحداث أشرت كافة المسلمين بالأسف وشهدت عدة مدن تركية مظاهرة متضامنة مع غزة ريلة أمس حيث تظاهرت مجموعة أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول بداية من إفطار أمس وحتى سحور اليوم وفي العاصمة أنقرة نظمت مظاهرة أمام مقر الهيئة الدبلوماسية الإسرائيلية شارك فيها أعضاء في حزب العدالة والتنمية الحاكم وجمعية شباب الأناضول وجمعية هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التركية إذ أقام المشاركون صلاة الغائب على الضحايا في غزة بعد صلاة التراويح واستقبلوا بفرح أنباء أسر جندي إسرائيلي نواصل مشاهدنا الكرام مع موقع دنيا الوطن الذي نشر مقالة لعلاء حس بعنوان أنا والغريب على أبن عمي جاء فيه لا أحد ينكر مقاله معاوية رضي الله عنه لملك الروم حين عرض عليه مساعدته في حربه مع الخليفة الإمام علي كرم الله وجهه وتهديده بالمصالحة مع ابن عمه ودك حصون الغريب فهي بديها أن يتحد أو يتعاون المرء مع أقرب الناس إليه في مواجهة الأبعاد درجة وهو ما يوجزه المثل الدارج أنا وأخي على أبن عمي وأنا وأبن عمي على الغريب اليوم نشهد ظاهرة غريبة ابتدعها الساسة أو ممن يحكمون البلاد العربية حيث تم قلب المعادلة حيث حل الغريب مكان القريب فتحول المثل من تراجيديا حزينة إلى كوميديا سوداء كحكية الكلب الذي دخل قسما للشرطة لتقديم شكوى ضد إنسان قام بعضه من يشاهد قناة الفراعين سيرى هذه المهزلة حيث تطالب شخصيات تتكلم العربية وتدعي الإسلام تدعو للقضاء على أهل غزة وشعب غزة ولن ينفع التلاعب بالألفاظ أو أنها كانت تقصد حماس وجنحها العسكري لأن حماس هي غزة وجنحها العسكري هم أبناء غزة كيف سيحترمنا الغرب إن كنا نحن لا نحترم أنفسنا؟ الفريق السخيف لا يمثل قط عن رأي الشعب المصري أو أي شعب عربي ولكنه يمثل توجه الحكومة لأنها المسؤولة عن الإعلم كيف نقارن إعلامية من قناة الفراعين من تلك الإعلامية الجريئة في قناة CNN حين فقدت وظيفتها لعرضها مباشرة ما وجهته من نقد غير صريح وهي تخبرنا بأن هناك بقربها مجموعة من المستوطين اليهود يراقبون التساقط القنابل على غزة ويفرحون ويحتفلون لسقوطها على رؤوس الأطفال والنساء قبل الرجال ولا عجب من ذلك وقد شهد العالم احتفلات مشابهة وأكثر دموية وأشد فضاعة في سوريا والعراق ونفس المبدأ التعاون مع الغريب لقطع رأس القريب وأخرها المقطع الذي يصور تعذيب الطفل السوري على يد طفل لعائلة لبنانية ويختم الكاتب قائلا ستنتهي هذه الجولة من المعركة لصالح أهلنا في غزة بإذن الله وسيسجل التاريخ وصمة عار لا يمكن إزالتها لأولئك المداهنين وسيعلمون أي منقلب سينقلبون نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت مجلة أكسجين فقرة زبدان أفئل العثور على أربعين طن أغذية في أحد مستوداعات داعش بجنوب دمشق في الحجر الأسود ومخيم اليرموك اللي بيبعد مئات الأمتار بس عن الحجر الأسود أهلو ماتوا من الجوة القائد العام للاتحاد الإسلامي لأجناد الشام أبو محمد الفاتح تشكيل غرفة فتح الشام في درعة خيوا ما بدنا تشكيلات بقى ملينا أعطونا شي عملي اشتغلوا بعدين صرحوا صرنا أربع سنين ما كنا نتعلم بقى تمت المصالحة الآن بين حركة أحرار الشام وحركة حزم في معبر باب الهوى وذلك بعد التوتر والاشتباكات التي حصلت اليوم شباب واللعب ليك اليوم خناءات مدينة المياه في حلب تحذر المواطني من التعدي على الأبار العامة ليش خليتوا أبار بحلب من بعد سكودكن وبراميلكون؟ نجاح العطار تؤدي القسم ونحن بننصحك تدلي بالشهادتين ممكن يفيدوك أكتر حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالي بعد طرح ورقة العملة من فئة 500 ليرة الجديدة في السوق ورقة عملة جديدة من فئة 1000 ليرة ستطرح بالسوق قريبا يعني أنه في حظر اقتصادي على البلد فيكن تفهمونا كيف عم تطبعوه؟ إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكروا لكم حسن متابعتكم نلتقي مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة